مع حلول موسم القيطنة في مقاطعة الطينطان تصبح هذه الواحات خلية نحل تزود السوق المركزي بالتمور المحلية التي تشهد إقبالا ملحوظا من طرف المواطنين رغم تأثيرات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على ظروف الاقتصادية والاجتماعية وداخل سوق المقاطعة يعمل هؤلاء النسوة في مجال تجارة التمور إذ يعرضن بطاعتهن بعد أن يقومن بمتابعتها أولا في الواحات وتوزيعها لاحقا وفق حاجات الزبائن إلا أنهن يعانين جملة من المشاكل يقولن إنها تعكر صفو عملية الانتاج أحيانا هو شكلتنا قول عندنا نبيعوا حقه ونجيبه ونسوقه ونجايبين ونحن ما شاء الله البعزين اللي أزرائب منهم مزرب أربح من ذلك الماء مزرب بينها قلت قرياش وتعيش مقاطعة الطينطان هذه الأيام أجواء خريفية مفعمة بطعم القيطنة التي ربما تنسي ساكنة الطينطان مرارة الكورونا وتداعياته رغم التأثيرات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا على مستوى سوق الطينطان فإن تجارة التمر تزدهر هذه الأيام نظرا لحلول القيطنة التي تأتيها العام تزامنا مع موسم الخريف عبدالودود والسيدنا قناة الموريتانية مقاطعة الطينطان ترجمة نانسي قنقر